أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم صلاة دائمة كاملة إلى يوم الدين عدد ما أحط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسن إلى يوم الدين وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد اللهم أمدنا بمدد الأمداد اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا تقطع عنا مددك ولا تمنع عنا رفدك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تقطعنا عنك بقاطع ولا تمنعنا عنك بمانع ولا تشغلنا عنك بشاغل ولا تحل بيننا وبينك بحائل اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وآله وسلم وأحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وآله وسلم وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وآله وسلم وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وأنزلنا منزل الصدقين من غير حول منا ولا قوة وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين 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 والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سنة محمد عبدك ورسولك النبي الأمي على آله وصحبه أسلم تسليما كثيرا أما بعد نقرأ في كتاب سراج الطالبين للإمام العلام السيد إحسان محمد دحلان على منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين لإمام حجة الإسلام الغزلي رحمه الله تعالى ورضي عنهم أجمعين وعنا بهم وعنا معهم وكنا نتكلم في الصفات التي يحصل بها أصل التقوى ويصل بها إلى نهاية التقوى وهو أن يحفظ الحواس الخمس وقد ذكرنا فيما سبق في الفصل الأول حاسة العين واشتغلنا المرة السابقة في الفصل الثاني في الأذن قال الإمام الغزلي رحمه الله تعالى ورضي عنه الفصل الثاني الأذن فعليك بصيانة سمعك من الخنى والفضول وذلك لأمرين أحدهما لما روي أن المستمع شريك المتكلم وفي ذلك يقول القائل تحر من الطرق أوساطها وعد عن الجانب المشتبه وسمعك صنعا عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه والثاني أن ذلك يهيج الخواطر والوساوس في القلب ثم من ذلك ما يبدو الاشتغال في البدن فما يبقى للعبادة شيء ثم أعلم أن الكلام الذي يقع في القلب الإنسان وسمعه بمنزلة الطعام الذي يقع في جوفه فمنه الضار ومنه النافع ومنه الغذاء ومنه السم بل إن بقاء الكلام وتجرعه أكثر وأبلغ من الطعام فإن الطعام يزول من المعدة بنوم وغيره وربما يبقى أثره زمانا ثم يزول وله دواء يزيل أثره من جسم الإنسان وأما الكلام الذي وقع في قلبه فربما يبقى معه جميع عمره ولا ينساه فإن كان رديئا فلا يزال يتعبه ويعيبه وتريد بسببه الخواطر في القلب ووساوس يحتاج إلى أن يعرض عنها ويعدل بقلبه عن تذكرها ويستعيد بالله من شرها ولا يأمن أن يحمله على بلية ويحركه حتى يقع آخر الأمر في آفة عظيبة بسبب ذلك ولو كنت حفظت سمعك عما لا يعنيك كنت عن هذه المؤن مستريحا فلينظر العاقل في ذلك وبالله التوفيق شرحنا انتهينا من الأمر الأول وهو أن المستمع الشريك المتكلم وشرحناها هذه المرة السابقة وأنهيناها والأمر الثاني أن ذلك يهيج الخواطر والوساوس في القلب ثم من ذلك يبدو الاشتغال في البدن بعدما الخواطر والوساوس تستقر في القلب وتسيطر عليه يبتدي يحصل التردد وبعدين لو الشك وبعدين يحصل الهم بفعل المعصية ويظهر ذلك بعد ذلك بالعزم على الفعل وظهور ذلك على الجوارح ثم من ذلك يبدو الاشتغال في البدن أي تظهر هذه الأثار السيئة على البدن فما يبقى للعبادة شيء زائد اشتغال القلب بمثل ذلك يؤدي إلى القلب عمل زي الإناء إذا ملئ بشيء فرغ من آخر ملئ بالماء فرغ من الهواء وهكذا أيضا القلب مثل الكوب فإذا أنت انشغل بالوساوس والخواطر لم يكن له في الذكر باب إلا قليل وقد لا يقى له باب في الذكر القلبي مطلقا ثم أعلم أن الكلام الذي يقع في قلب الإنسان وسمعه بمنزرة الطعام الذي يقع في جوفه الله الله دايما إمام غزالي يمثل للأمثلة المعنوية أشياء حسية فبيقول لك زي ما تبتكل الأكل بالزبط ما يقع للكلام في القلب هو كأكل الطعام في المعدة ثم أعلم أن الكلام وبالفعل هي النواحي المعنوية في الإنسان صورة للنواحي الحسية في الإنسان الأمراض أمراض في القلب وهكذا ثم أعلم أن الكلام الذي يقع في قلب الإنسان وسمعه بمنزرة الطعام الذي يقع في جوفه فمنه الضار ومنه النافع ومنه الغداء ومنه السم بل إن بقاء الكلام وتجرعه أكثر وأبلغ من الطعام من أثر الكلام على القلب الكلام السيء طبعا والكلام فيما لا يعني والسماع لما لا يعني أيضا ها فده يكون أبلغ أكثر وأبلغ من الطعام في الأثر فإن الطعام يزول عن المعدة بنوم يعني بيتهضم عشر ساعات يكون يتهضم الطعام الذي انت كلته فتبوع تاني وعيس طعام خلاص بنوم وغيره وربما يبقى أثره زمانا أطول من كده ثم يزول يزول أثره تماما وله دواء يعني لو أكلت شيء فيه سم أو تأخذ دواء فيزيل السم أو شيء نزلة معاوية كما يقولون تأخذ دواء فتزول آثار النزلة معاوية ثم يزول وله دواء يزيل أثره من جسم الإنسان وأما الكلام يعني لو أكل طعاما فاسدا بطنها تتألم ويجيل نزلة معاوية يحصل استطلاق استطلق معادته خلاص فبعد كده أخذ دواء انتهى يوم يومين وخلاص وأما الكلام الذي وقع في قلبه فربما يبقى معه جميع عمره ولا ينساه كلمة فتبقى أثرها في قلب مستمر فإن كان رديئا فلا يزال يتعبه إذا كان الكلام ده رديء أو خبيث أو ليس في مرضات الله تعالى ما زال يتعبه ويعيبه بين يؤلمه أيضا وترد بسببه خواطر في القلب ووساوس يحتاج إلى أن يعرض عنها يحتاج مجاهدة من الخواطر والوساوس دي يحتاج إلى أن يعرض عنها ويعدل بقلبه عن تذكرها يحاول يتنساها ويستعيد بالله تعالى من شرها ولا يأمن أن يحمله على بلية هذا الكلام يظهر على جوارحه كما قلنا فيحمله على فعل بلاء ويحركه حتى يقع آخر الأمر في آفة عظيمة بفعله بسبب ذلك ولو كنت حفظت سمعك عما لا يعنيك كنت عن هذه المؤني مستريحا فلينظر العاقل يعني لو حفظت سمعك بقدر إمكانك وتردت المعاني الخبيثة دي تنطرد في الأول لكن بعد كذا لا تنطرد كنت عن هذه المؤن أي التكاليف والأشياء من المعالجة ويعدل بقلبه عن تذكرها ويعرض عنها كنت مستريحا فلينظر العاقل في ذلك وبالله التوفيق طيب الأمر الثاني احنا وقفنا عنده والثاني من الأمرين أن ذلك أي سماع الفحش والفضول خلي بالك أن كلنا المرة الفت أن سيدنا الشيخ رضي الله عنه وارضاه يقرن بين الشيء السيء والمعصية وبين الفضول الاثنين عنده مقترنين الفضول هيجر للمعصية وإن كان هو مباح في الأول في أول ابتداء الفضول مباح لكن يجر إلى المعصية والثاني من الأمرين أن ذلك أي سماع الفحش والفضول أي سماع الفحش وسماع الفضول يهيج أن يحركوا الخواطر والوساوس في القلب ثم من ذلك أي من هاجان الخواطر والوساوس والطرابهما في القلب يبدو أن يظهر الاشتغال في البدن فما يبقى للعبادة شيء وإن وجدت تلك العبادة فلا تحصل لذلك لوجود العبادة لذة وحلاوة أصلا ثم أعلم أن الكلام الذي يقع في قلب الإنسان وسمعه أي أذنه بمنزلة الطعام الذي يقع في جوفه أي بطنه فمنه أي الطعام الضار ومنه النافع ومنه الغذاء والقوة ومنه السم القاتل بل إن بقاء الكلام في القلب وتجرعه أي كرم غصص الكلام فيه الكلمة الرديئة بيحصل منها غصة تألم في الإنسان زي ما تيجي تبلع الطعام المثال هو هو المثال الحسي زي المثال المعنى بتاع القلب زي ما تيجي تحصل لك غصة نتيجة حاجة وقفت في حلقك فيحصل غصة في القلب نتيجة الكلام الرديء القلب الصحيح القلب السليم اللي عنده يقضى يحاول يطردها ويبتلعها ويسمعها عن عدم إرادة ماشي ولكن لما سمعها أثرت في قلبه كما حصلت له الغصة عند بلع الطعام الله بل إن بقاء الكلام في القلب وتجرعه أي كظم غصص كلام فيه كظم غصص الكلام فيه أي كتمها وإزالة الغصة ها الغصة هو يقوف الطعام في الحلق هنا مش رضي ينزل إلى الجوف ماشي أكثر وأبلغ أي أشد من الطعام فإن الطعام يزول عن المعدة وهي مقر الطعام والشراب ها وتخفف بكسر الميم وسكون العين معدة ومنهم معدة ككلام العامية يقول معدة معدة أيضا هي المعدة قال وتخفف بكسر الميم وسكون العين أي معدة صحيح وجمعت على معد مثل سدرة وسدر كما في المصباح فتزول أثر الطعام من المعدة أو المعدة بنوم وغيره كالدواء المزيل لذلك الطعام وربما يبقى أثره أي الطعام زمانا طويلا ثم يزول ذلك الأثر وله أي للطعام دواء يزيل أثره من جسم الإنسان من جسم الإنسان لو حصل أنه ابتلع شيئا وكان ذلك الشيء فيه مثلا فساد فهو يأخذ أدويات يزول من البدن وأما الكلام الذي وقع في قلبه أي الإنسان فربما يبقى أي الكلام فلا يزول معه أي الإنسان لا يزول عن الإنسان أو من الإنسان جميع عمره ولا ينساه أي الإنسان ذلك الكلام الواقع في قلبه فإن كان أي الكلام الواقع فيه رديئا خسيسا فلا يزال أي الكلام يتعيبه بضم الياء وكسر العين من الإتعاب أي الإيلام أي يوقعه في التعب والمشقة ويعيبه أي يوقعه في العيب وفي نسخة يعنته أي يوقعه في العنت بمعنى المشقة كما في سراج السالكين وعلى هذا فهو مرادف لسابقه ويعيبه أي يوقعه في العيب وفي نسخة يعنته من العنت أي يوقعه في العنت بمعنى العنت هو المشقة كما في سراج السالكين وعلى هذا فهو مرادف ليتعبه يتعبه ويعنته بمعنى واح من العنت والتعب وتارد أي تحضر وتجيء بسببها أي كلام الرديء والخسيس خواطر في القلب ووساوس يحتاج الإنسان إلى أن يعرض بضم الياء وكسر الراء أي يا صد الكرام الرديء ده ما تجعل كلمة رديئة تيجي في ذهنك تجدها تغييب أزمان وبعد أن تظهر تاني بإيه إظهار الشيطان لها مرة أخرى على قلبك وعلى ذهنك مرة أخرى لكن الأكل يزال وخلاص انت خلاص لكن الكلام الرديء ده يفضل في الزهن ويروح لحافظة لو دخل في الأذن ها بيكون في الذاكرة ثم يذهب يتحفظ في الحافظة ثم بعد كده الحافظة تلفظه وتخرجه مرة أخرى مع مرور الزمان وفعل الشيطان فيظهر مرة أخرى الكلام الرديء ده في قلبك وعقلك وبعدين يختفي ويظهر ويختفي ويظهر ويختفي إلى أن يشاء الله ها وعليك أنك تجاهد كل مرة طيب وتريد أي تحضر وتجي مرة أخرى بسبب أي الكلام الرديء والخسيس خواطر في القلب ووساوس يحتاج الإنسان إلى أن يعرض بضم الياء وكسر الرأ أي يصد ها أو يبعد عنها أي عن الخواطر والوساوس أو أن يعدل أو أن يعدل أي الإنسان بفتح الياء وكسر الدال من باب جلس يجلس عدل عدل أي يميل وينصرف ينحرف عنها بقلبه عن تذكرها وأن يستعيد بالله من شرها أي الخواطر والوساوس ولا يأمن الإنسان من أن يحمله ذلك الكلام الرديء على بلية ويحركه أي يحرك الكلام الإنسان على تلك البلية حتى يقع آخر الأمر في آفة عظيمة بسبب ذلك الكلام القبيح أي سماعه ولو كنت حفظت سمعك عما لا يعنيك كما هو المطلوب منك كنت من هذه المؤني أي المشقات والمجاهدات مستريحا فلينظر العاقل بقلبه في ذلك الذي ذكرناه من مطلوبية حفظ الأذن عن السماع فيما لا يعنيه وفائدة حفظها وبلية تركه وبالله تعالى لا بغيره التوفيق إلى مرضاته وفهم حكمه وأسراره سبحانه وتعالى من البلاءات العظيمة التي يفعلها أهل التشدد أنهم يلقون إلى العوام أشياء من التصورات لله تعالى في علم العقيدة التي تفسد عقائدهم بالفعل هو عنده صفحة بيضاء في العقيدة ومؤمن إيمان حل وأوي خلاص ولذلك نهى العلماء هو إيمان حل وجميل مؤمن بالله ومؤمن برسوله وإن ربنا ده له جميع صفات الكمال والجلال والكمال والجمال ومنزه عن جميع النقائد كعقيدة عامة فييجي هؤلاء المتشددون ها ويثيرون الناس لأن يتفكروا في ذات الله تعالى وفي صفاته ويحكمون العقل فيه فتوثور الشبه عند العوام والعوام لا علم لهم هم كانت عقدتهم كويس خلاص فإذا لم تزل تلك الشبه الذي أثرها ذلك المتشدد يستمر عنده الشبه إلى أن يموت أو أنه يقبل الشبه واعتبرها هي الدين والعقيدة فده بلاء عظيم من هؤلاء المتشددون ولذلك ألف الإمام الغزالي كتاب الجام العوام عن علم الكلام وقال أن جميع العلماء في علم الكلام عوام إلا من تخصص وإيه برع ماشي إلجام العوام عن علم الكلام وقال لك إن إيه قال لك إلجام العوام عن علم الكلام ذكر فيه عشرة مراتب في الإلجام ألا تتفكر وأن تطرد المعاني من ذهنك ها وهكذا العقيدة السليمة هي أن نؤمن بكتاب الله تعالى على مراد الله تعالى وبكلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله سلم مش على مرادك أنت ولا مراد اللغة على مراد رسول الله سلم ونحن نعلم مراد رسول الله سلم خلاص وننزه الله عن كل نقص ونصفه سبحانه وتعالى بجميع صفات الجلال والكمال والجمال وننزهه عن أي أدنى شيء من النقص بل أنه له مطلق جميع صفات الجمال والكمال والجلال ومنزه عن أدنى نقص ماشي سبحانه وتعالى فدي العقيدة السليمة يقعد يثير شبهات عند الناس ويفتح عليهم أبواب الشياطين فيتعلق لهم هذه الأشياء ويفكر فيها وتبتدي الوساوس والشياطين توسوس حتى لا يتصير عنده عقيدة سليمة وقد تنحرف عقدته وتفسد عقيدته فيكون سببا فيها لك ذلك الإنسان والعياذ بالله تعالى ولو أنه لم يستمع الكلام ده وسمع كلام أئمة الإسلام مثل الغزري الذي ألف كتاب إرجام العوام عن علم الكلام وقال أن هناك عشر مراتب في إيه فإنك تصرف أولا لا تتكلم وبعدين لا تاخد بذهنك أو هكذا وفضل يعني عشر مراحل يذكرها الإمام الغزري في مثل الجامع العوام عن علم الكلام وذكر أن جميع العلماء كما قلنا عوام في علم الكلام يسقطون فيه وأن علم الكلام ده كما قال الإمام الجويني أو نقل الغزري ذلك أنه شيء غامض في وسط البحر وأن كل الناس تسبح لذلك الشيء الغامض ولا أحد يصل إلى ذلك الشيء الغامض لأنه بالفعل فيه أشياء في العقيدة لا يخد فيها العقل ولا تستطيع أن تدركها بالعقل ماشي؟ إنما هي ولذلك إيه؟ تفوّد علمها إلى الله تعالى وبعد أن نكون قد انتهينا من الفصل الثاني ونتكلم عن الفصل الثالث وهو اللسان أن تحفظ لسانك لتحقق حقيقة التقوى طيب في أسألة فيما قلت كله أظن واضح ما فيهش لإنجليزي ولا ياباني كله عربي طيب الحمد لله قال الفصل الثالث اللسان ثم عليك بحفظ اللسان وضبطه وتقييده فإنه أشد الأعضاء جماحا وتغيانا وأكثرها فسادا وعدوانا ولقد روينا عن سفيان بن عبد الله أنه قال قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي فأخذ عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه ثم قال هذا وعن يونس بن عبيد الله إني وجدت نفسي تحتمل مؤنة الصيام في الحر الشديد بالبصرة ولا تحتمل ترك كلمة لا تعنيها فعليك إذن بالتحفظ جدا وبذل المجهود وتذكر خمسة أصول أحدها ما روى أبو سعيد الخدري طيب نقرأ الأول مقدمة كتاب اللسان قال الفصل الثالث من الفصول الخمسة التي تتعلق بالجوارح الخمسة اللسان أي في بيان حفظه وتقييده وغير ذلك اعلم أن النساء اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة فهو صغير جرمه عظيم طاعته وإثمه وفيه يقول صغير جرمه يعني جسمه عظيم جرمه يعني ذنبه عظيم اللسان حتى يقولون في الشعر أن جرح البدن يلتائم وجرح اللسان ما يلتائمش وأن بكلمة تقوم الحروب عظيم صغير جرمه يعني جسمه عظيم جرمه المعصية بتاعته كبيرة وقالوا أن جرح اللسان جرح البدن يلتائم لكن جرح اللسان لا يلتائم وتقوم بسبب الحروب والمعارك وتستمر السنين يعني حرب الفجار كان سببها كلمة هكذا يعني يعلم أن اللسان من نعم الله تعالى العظيمة لأنه تقرأ به القرآن وتذكر الله تعالى به وتصلي ها؟ ها؟ وما فإذا أعظم ولذكر الله أكبر أكبر من جميع العبادات ولطائف صنعه الغريبة سبحانه وتعالى فهو صغير جرمه أي حجمه عظيم طاعته وإثمه إذ لا يتبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان وهما غاية الطاعة والعسيان الله الله إذ لا يتبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهما أي الكفر والإيمان الكفر غاية الطاعة ورأس الطاعة دي الشهادة خلاص والعسيان اللي هو الكفر هذا لف ونشر مشوش الله 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 إذ لا يتبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان وهما غاية الطاعة اللي هو الإيمان والعسيان أي غاية العسيان اللي هو الكفر فذكر الكفر والإيمان بعد ذكر الطاعة والعسيان فده اسم لف ونشر مشوش ومن فوائده ها بيان ها بيان شدة أمر الكفر الذي يرتبط بالعصيان أو بيان شدة الاهتمام بالإيمان الذي يقترنه بالطاعة ثم إنه ما من موجود ومعلوم خالق أو مخلوق متخيل أو معلوم مضنون أو موهوم إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نفي الله الله فإن كل ما يتناوله العلم يعبر عنه اللسان إما بحق أو باطل ولا شيء إلا والعلم متناول له ولا يخرج إلى الوجود إلا بوسطة تعبير اللسان وهذه خاصة خصه الله تعالى به لا توجد في سائر الأعضاء فاللسان حينئذ رحب الميدان ليس له مردود ولا لمحاله منتهى وحد لسعة متعلقاته متعلقاته وله في الخير مجال رحب وفي الشر ذيل سحب فمن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخية العنان سلك به الشيطان في كل ميدان وسقه إلى شفى جرف هار إلى أن يضطره ويلجئه إلى البوار ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ولا ينجو من شر لسان إلا من قيذه باللجام الشرع ولا يطلقه إلا فيما ينفعه إما في الدنيا حالا أو في الآخرة مآلا ويمنعه من كل ما يخشى غائلته في عاجلته أو آجلته ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى أنا أظن الكلام ده منقول من باب آفة اللسان يعني لو رجعته أتلاقي مكتوب من إحياء علم الدين الكلام ده لا يكون إلا من كلام إمام الغزالي ثم إنه نرجع تاني لأي عندك الكلمة ثم إنه ما من موجود ومعلوم وخالق أو مخلوق متخيل أي في الذهن أو معلوم في الحقيقة من التخيل ومعه العلم أي الخيال والخيال وقوع صور الأشياء المحسوسة في الذهن والمعلوم أي المتيقن مضنون أو موهوم ظن أو وهم إلا واللسان يتناوله يتناوله إن اللسان يستطيع يعبر عنه حتى من الأشياء العجيبة التي تكون من اللسان من العقل وتنتج على اللسان المستحيلات إنك كيف تبين المستحيل المستحيل شيء لا يوجد وجود الند لله تعالى مستحيل لكن ممكن تقول إيه وجود الند أي إذا عبرت عنها باللسان وعبرت عنها في عبارة وجود الند مستحيل حتى المستحيلات اللسان يعبر عنها لوجودها في الذهن ويتعرض له بإثبات أو نفي إلا واللسان يتناوله من الأشياء السابقة ويتعرض له بالإثبات والنفي فإن كل ما يتناوله العلم يعبر عنه اللسان إما بحق أو باطل ما هو ضد العلم الجهل والجهل باطل قد يعبر اللسان بالجهل ويبقى ذا باطل بحق أو باطل فإن كل ما يتناوله العلم يعبر عنه اللسان إما بحق أو باطل ولا شيء إلا والعلم متناول له العلم إذن فيه ارتباط بين العقل وبين اللسان والعقل هو عليه العلم العلم مناطي العقل هو محل العلم ولا شيء إلا والعلم متناول له العلم يتناول كل الأشياء في الإدراك حتى قلنا مش أشياء برضو والمستحيلات ولا يخرج إلا الوجود ولا شيء إلا والعلم متناول له ولا يخرج هذا الشيء الذي يتناوله العلم إلى الوجود إلا بوسطة تعبير اللسان وهذه خاصية خصه الله تعالى بها لا توجد في سائر الأعضاء الأخرى فاللسان حينئذ رحب الميدان ليس له مردود منطلق اللسان ميدان واسع يتكلم في كل شيء حتى قلنا في المستحيلات ليس له مردود أي مانع ولا لمحاله أي محال لكلامه محال لكلام اللسان منتهى وحد ما فيش حد ولا منتهى لإيه كلام اللسان لسعة متعلقات متعلقاته متعلقاته إنه يتعلق بكل شيء له في الخير مجال رحب الزكر والصلاة والدعاء لم يزن لسانك رطباً بذكر الله تعالى وفي الشير وفي الشر ذيل سحب ذيل طويل فمن أطلق عذبة اللسان أطلق لسانه عذبة اللسان هي العذبة التي تكون خلف العمامة والإطلاق العذبة أي بمعنى أطلق لسانه ولم يمنعه من الكلام في الخير والشر فمن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخي العنان أرخى له العنان زي الفرس فإذا تركت الفرس مرخي العنان يفضل مش على طو لازم تشده عشان يوقف أو عشان يبطئ في سيره خلاص فمن أطلق وأهمله مرخي العنان سلك به الشيطان في كل ميدان وساقه إلى شفى جرف هار إلى أن يضطره ويلجأه إلى البوار ولا يكب الناس كما في الحديث ولا يكب الناس في النار على مناخرهم أي على وجوههم ومناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ولا ينجو من شر لسان إلا من قيده بلجام الشر الجمه بلجام الشر ولا يطلقه إلا فيما ينفعه إما في الدنيا حالا أو في الآخرة مآلا ويمنعه أي الإنسان عن كل ما يخشى غائلته أي شره وبلواه وبلواه وبلواويه في عاجلته وآجلته ولذلك قال المصنف ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ثم عليك بحفظ اللسان وضبطه وتقييده فإنه أي لسان أشد الأعضاء جماحا وتغيانا وأكثرها أي الأعضاء فسادا وعدوانا وظلما ولذلك جعل الله تعالى ها مثلا لم يجعل للأذن شيء يسدها عشان ما تسمعش وجعل للعين جفنان يقفلوها وجعل اللسان أربعة أشياء شيئين مغلقين الأسنان والشفتين عشان يقفلوا عليه جامد جعل له اللسان مغلقين يغلقوا عليه ثم عليك بحفظ اللسان وضبطه وتقييده فإنه اللسان أشد الأعضاء جماحا وتغيانا نفورا وعدم تحكم فيه وأكثرها أي الأعضاء فسادا وعدوانا وظلما فإنه لا تعب في إطلاق اللسان ولا مؤنة في تحريكه وقد يتساهل الخلق في الاحتراز من آفاته وغوائله ودواهيه المترتبة عليه وفي الحضر من مصايده وحبائله وجهلوا أنه أعظم آلة للشيطان في استغواء الإنسان فبه يملك نواصيهم ويغتالهم وقد بسط الكلام على آفاته حجة الإسلام في الإحياء فانظره تجد شفاءا بينا وكلاما حسنا ثم عليك بحفظ اللسان وضبطه وتقييده فإنه أي اللسان أشد الأعضاء جماحا وتغيانا وأكثرها أي الأعضاء فسادا وعدوانا وظلما فإنه لا تعب في إطلاق اللسان ولا مؤنة في تحريكه وقد يتساهل الخلق في الاحتراز من آفاته وغوائله ودواهيه التلاتة على معنى التراضف الآفة والغائلة والدواهي والداهية المترتبة عليه وفي الحضر من مصايده وحبائله وجهلوا أنه أعظم آلة للشيطان في استغواء الإنسان فبه يملك أي الشيطان نواصي بني آدم ويغتالهم أي يستولي عليهم وقد بسط الكلام على آفاته أي آفات اللسان حجة الإسلام في الإحياء فانظره تجد شفاءا بينا وكلاما حسنا ومن آفات اللسان العجيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يدخل بها في رضوان الله تعالى كلمة واحدة مطأ الشهادتين وأسلم عصمته النطق بالشهادتين من الخلود في النار والكفر وأصبح مسلم معصوم الدم وما إلى ذلك إن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يدخل بها في رضوان الله تعالى وإن الرجل لا يقول الكلمة يقول الكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يدخل بها في رضوان الله تعالى وإن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله تعالى أو من سخط الله تعالى يهوي بكلمة في النار سبعين خريفا شوف كلمة واحدة يهوي بها في سبعين خريفا بل يخلد فيها في النار بعدما أسلم ارتد عن الإسلام ومات مرتد خلد في النار بكلمه يخلد في النار خلودا لا يخرج منها قط لأنه ارتد عن الإسلام وعبر بذلك بلسانه والشيطان يوسويس الأول يلقي له كلمة زي المتشددين وبعد كده يبتدي الكلمة دي تتسلسل وبعدين ينعقد على انعقاد فاسد وباطل أو يؤدي به إلى ترك الدين والإلحاد ويبتدي يعبر عن ذلك بلسانه ولقد روينا عن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الحارث ابن الحارث الثقافي الطائفي صاحبي وكان عامل عمر على الطائفي روى له مسلم والتلمذي والنسائي وابن ماجه أنه قال قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي فأخذ أي أمسك بنبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا أي لسان والله تعالى أعلى وأعلى معزو أجل وصلي الله على سنة محمد عبدك ورسولك النبي الأمي بآله وصحبه السلام تسلما كثيرا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين مشي شكرا